السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله طلال العزاء معكم الأستاذ عبد الرحمن كردي مدرس مادة لأدبيات لصف الرابع نبدأ على بركة الله أصدقائي الكرام وصلنا الآن إلى درس جديد هذا الدرس يتكلم عن معارك التي خاضها الجيش التركي سابقا هذا الدرس بعنوان أتاترك يعني أتاترك كان بينهم طيب هذا هو عنوان الدرس خلينا نبدأ الآن بقراءة هذا الدرس طبعا الدرس هو جدا جميل ومؤثر لأنه يتكلم عن المعارك السابقة تشاناكالا دا جوردوم أولار يعني رأيتهم في معركة تشاناكالا تشاناكالا هي اسم مدينة كان فيها الحرب مرمر لار يزل مشت أضلار كانت اسماؤهم مكتوبة على مرمر لار يعني الرصاص مرمر في الرصاصة مرمر لار هي الرصاص طيب إيش سليمان؟ الاسم الأول كان اسمه سليمان كان عمره ياش أونيدي عمره سبعة عشر سنة كان اسمه محفورة مكتوبة على هذه الرصاصة مملكة أدابزر كان من مدينة أدابزر اسم مدينته براكب يشن جاك يلا ر صاهب لن مشت بطن طبرا كان شخص يدافع عن مدينته ودولته بكل حب وإحترام هذه الدولة فكان هو الشخص المكافح إذن ترك كل شيء ويعني نسي عمره في هذه السنوات من أجل مكافحة هذا الأعداء يعني والدفاع عن وطنه باش شوش صالح الرقيب الأول الذي دعى بصالح هذا الرقيب عمره كان عشرين سنة ياش يرمي صالح 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 مدينة مردين من أجل أن يوقف الأعداء هلا عنا شوش أزير الرقيب أزير اسمه أزير كان عمره تسعة عشر يعني ياش كان عمره تسعة عشر مملكة إنابولو كان من مدينة إنابولو وطن صالح ديوردو كان يقول دائما أنه يحيى الوطن خلي ضل بخير هذا الوطن جزل ريندى دشمالك يكتر ما كان أبدا بعينه الندم كان هو محارب جيد هذا هو التوش يزير الرقيب يزير طيب خلينا نشوف الآن يوزباش محمود قائد الفرقة الذي يدعى محمود من عمر ياش ينمي دوكوز عمره تسعة وعشرون أورفاليد كان من مدينة أورفا جزل ري آتيش بسكريوردو يعني كأنه كانت النيران تطلع من عيونه من شدة يعني حبه لوطنه وأنه يريده يدافع ويقتل هؤلاء الأعداء خلينا نفسح هيك نعم إذا بسكريوردو كأنه كانت الشرارة تخرج من عينيه بهذا المعنى كمسا يه فيرمام برأوج توبرامه يعني أقول أنا لن أعطي أي حبة من تراب وطني بنباشر سليمان نأتي الآن إلى بنباشر سليمان الرائد سليمان بنباشر هو الذي تعني الرائد الرائد سليمان ياش مملكة أر أو أر هو عمره 32 عام وجاء من مدينة أر هذه كلها أسماء مدن تركية أليلا جوستر يوردو جونك بايرن جولريك ألا تيوردو يعني كان هذه الشخصية المرحة الذي كان يؤشر بيده ويعرض الأشياء بيده في منطقة جونك بايرن كانت روحه جدا مرحة شهيد دشتو ياري يعني في المنطقة التي وقع بها شهيد في المنطقة التي وقع بها شهيدا شرق لار يابيوردو كان يغني بها مصطفى كيمال باشا أرى لارندايد كان يغني مصطفى كيمال باشا كان بيننا هذه كانت أو هذا كان درسا لهذا اليوم كاتب هذا الدرس هو كاتب هذه الدرس خلائنا الظقين إلى حل الدمرين ونلاقنا بالنشاط الأول نشاط الأول لهذا اليوم عندنا بنائها كلمالهم اللاملين تحميل اما تحمل الفترة كما هو العادة عندنا في السؤال الأول بعض الكلمات التي أعطونا إياها من النص هذه الكلمات يريدون مننا أن نخمن معناها ومن ثم نذهب إلى المعجم أيضا وننظر إلى المعنى الذي خمنناه ومن ثم نكتب جملة مفيدة عن هذه الكلمة عندنا الآن كلمتان الكلمة الأولى هي أنط والكلمة الثانية هي مملكات أنط شو معناها ومملكات شو معناها بل شو أنتوا الآن حلوا لحتى انحط الحل طبعا نوقف الفيديو صديقي حاول أنت تعرف شو معناتها أنط وتعرف شو معناتها مملكات أنت خمن معناها والآن سوف نضع لك حل المعجم طيب ألا نتمنى منكم أتخائي نتقون ورفتو شو معنات أنط شو معنات مملكات كلمة الآن يأشترون فكار كلمة الطبيعة لذلك يجب علينا أن نتذكرها عبر التاريخ للأشخاص أو للأجيال القادمة فهو ممكن يكون على شكل هيكل رمزي أو نصد تذكاري هذا هو الأنطر إذن هي شخصية مهمة شخصية عظيمة كانت في الماضي لها دور مهم جدا في المجتمع لذلك من أجل أن نذكرها للأجيال القادمة فممكن نسويها نحية عن طريق رسمة أو صورة أو هيكل من أجل أن تبقى في البال دائما وأن نتعلم منهم كيف كان طيب الجملة 29 أكيم قطلة مالاريجين شهيد لدك أتاتورك 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 أوندا طيب هذه الجملة يقولون أنه في 29 في 29 أكتوبر يجتمعنا أو كنا دائما نجتمع أماما نصب تذكار أتاتورك في هذه المدينة من أجل أن نحتفل مثلتا في عام أو في تاريخ 29 أكتوبر كنا دائما نجتمع حول هذا النصب التذكاري لكي نحتفل أمامه هذه كانت هذه الجملة إذن استخدمنا هذه الكلمة هنا أنط استخدمنا الكلمة هنا أنط يلي هو نصب تذكاري خلينا نشوف الآن كلمة مملكات شو معناها مملكات أعلمه بر دولتين أجمن لألطنة بلنان طبراك لنبتنوا أجمن لك سوف نشوف الآن طبعا الجملة أول شيء معنا مملكات هي عبارة عن خريطة أو عبارة عن حدود هذه الحدود داخل هذه الحدود هي مثل من نقول ولاية أو إقليم أو دولة كاملة يعيشوا فيها سكان وأشخاص أو من قدر الأول هي بلد طبعا أجمن لك شو معناها؟ هي معناها الاستقلالية لهذه الدولة الاستقلالية لهذه الدولة خلينا نشوف الجملة ألمانيا ضن مملكة لاريميزا دونار كان سفديك لاريميزا هديالر جوتورمي إهمال إثماتيك يعني في حين عودتنا من ألمانيا إلى مملكتنا مملكة ميزا يعني إلى مملكتنا أو دولتنا في حين عودتنا إلى مملكتنا من ألمانيا لم ننتقل أن نأخذ الهدايا معنا ونحضرها لأصدقائنا وأحبابنا هناك الآن وصلنا إلى النشاط الثاني اكينجي اتكالي سروا لارمتنا جوري جاولاينا تجب على هذه الأسئلة من خلال الدرس ننتقل إلى حل هذه الأسئلة وهناك مشروع في سؤالنا الأول شاعر چاناقالدان نلار جرمشتر يعني ماذا رأى الشاعر في مدينة چاناقالدان الآن شهدنا في مدينة چاناقالدان يعني رأى شاعرنا الشهداء في التربة طبعا مزار التي هي التربة أو المعنى الأخذ المقبرة مزار شهدنا في المقبرة شهدنا في المقبرة رأى شهدنا في المقبرة السؤال الثاني هل سليمان نلاري في كاتش يشند در كم كان عمر سليمان ومن أي مدينة كان؟ الجواب كان عمره 10 يشند در كان عمره 17 ومن أي دول أو من أي بلد كان من أي مدينة مملكتي أدا بزار در كان من مدينة أدا بزار السؤال الثالث يوز باش محمود لا دمشتر ماذا قال يوز باش محمود يعني الرقيب الأول محمود ماذا قال؟ الجواب كم سيا بيرمام بير أوج تبرام ما رح أعطي ولا شخص ولا حفنة من ترابه طبعا أوج هي الكف فأوج تبرامه يعني بكف يدي هذه التربة إذا حطناها بكف اليد ما رح أعطي ولا شخص من تراب دولته هكذا قال يوز باش محمود طبعا الآخرين نشوف السؤال الرابع بين باش سليمان نريا أو نريا جوستر يور يعني شو كان عب يورجينا أو كان عب يعرضنا البين باش الرائد سليمان كان الجواب كم بيره جوستر يور كان عب يورجينا تونك بيره كان عب يورجينا تونك بيره طيب يكون خلاصنا السؤال النشاط الثاني خلينا نشوف ننتقل إلى النشاط في نشاطنا الثالث شيرين كونو سنو بي أنا ضيقوا سنو بل اللين وضح لنا ما هو موضوع هذا النص وما هي العاطف الرئيسية لهذا النص طيب الآن خلينا نشوف موضوع هذا النص موضوع النص هو تونك بيره يعني شهداء تونك بيره شهداء تونك بيره طيب شو هي العاطف الرئيسية لهذا النص العاطف الرئيسية تونك بيره تونك بيره تونك بيره تونك بيره العاطف الرئيسية الحب والإعجاب بجنودنا الذين استشهدوا بعد أن قاتلوا بكل إخلاص من أجل هذا الوطن طبعا في ذاك هرجا شو معته الكلمة؟ خلينا نقول أنه بكل تفان صفاشب يعني حاربوا بكل تفان بكل عزة بكل عزيمة صفاشب يعني حاربوا شهيد مثلا نعرف أنه شهيد هي نفسها باللغة العربية شهيد دشان يعني الذي سقط شهيدا طيب خلينا نكمل الأسئلة ننتقل الآن أفضلقاء الكرام إلى النشاط الرابع دوردنجو أدكي الليك شو بيهلنا آه بيك هارفين كلا نم ألم لرنة أدكي أو أرنك لاريلا إشلشترينيس وصل لنا هذه الجمل مع مقابلين طيب عندنا الآن في الجملة الأولى إلك نقطة ضان ثونرا جلن جملة لار بيك هارف لباش لار يعني عندنا من بعد النقطة تبدأ الكلمة مباشرة بعد هذه النقطة في حرف كبير إلك نقطة ضان ثونرا من بعد أول نقطة جلن جملة الجملة التي تأتي بعد النقطة الأولى بيك هارف لباش لار تبدأ بحرف كبير في أي جملة من هؤلاء الجمل طيب اثنين جزئين جزئين الكواكب ويضغ النجم النجم والكوكب أضلر هذه الأسماء تبدأ بأحرف كبيرة أي من هؤلاء الجمل طيب طيب خلينا نشوف الجمل الثالثة لدينا كتاب دارجي أضلر كتاب دارجي أضلر هالكلمة سي بيك هارف لباش لار يعني كل من الكتب والمجلات كل هذه الكلمة تبدأ بأحرف كبيرة نقرأ الآن الطرف المقابل عندنا ميركور نيبتون يعني هذول أسماء كواكب ميركور و نيبتون الجملة الثانية صفحات تي اي سي انجو توجوك دارجي سي طبعا يعني عندنا هذول المجلتان التي تدع بصفحات والتي اي سي هذول كلهم مجلات للأطفال فعجب أي جملة من هؤلاء الجمل يجب أن نصل مع هذه الجملة ونهاية عندنا شجوك ميركنا سوردو يعني الطفل سأل بكل فضول أكشام هل سوف تأتي في المساء باكرا أم سوف تتأخر فعندنا الآن هنا اكي نقطتان يعني نقطتان فوق بعضهما البعض فعندنا نبدأ الآن بتوصيل الجمل الجمل الأولى نوصلها هكذا مع الجمل الأخيرة الكواكب والنجوم نوصلها مع الجملة هذه ويبقى لنا الكتب والمجلات والمجلات مع هذه الجملة هكذا هو حل هذه الأسئلة خلينا الآن ننتقل إلى السؤال التالي طبعا هذا كان قسم A خلينا نشوف القسم B قسم B يجب أن سيدا سيدا بيكهر فين كل نمع اللاملنة جوسترين جملة يضمت وضح لنا وكتب لنا جمل بعض الجمل عن الأحرف الكبيرة وكيف المكتب يعني الأحرف بشكل كبير بجملة أنت كتب لنا خلينا نتقل إلى الحال الثقائي الكرام هذا هو حل هذا السؤال عندنا الآن في الجملة الأولى أتاتورك بو جواب ينلش بو لاراك هايرتوجوم بو الكي باندييل كان ديكان كورتر مشتر يعني يقولوا في هذه الجملة أن أتاتورك قال له لا هذا الكلام غير صحيح ليش؟ هايرتوجوم لا يا صغيري بو الكي باندييل أنا يعني ليس أنا التي حررت هذه الدولة الدولة هي حررت نفسها بدمها طيب الجملة الثانية أولو أزاي شركة مارسا إنسان الله أزاي أراجي باندلمك وكذلك يعني من أجل أن يرسلوا الصاروخ إلى الفضاء بدأوا بإقامة التحضيرات من أجل أن أرسل هذا الصاروخ إلى الفضاء وفي الجملة الأخيرة ما الدنين يزالي كلرية ما الدنين يزالي كلرية من خصائص المادة إلى انتلي بل هي دانايل لغلى فان بلغي سي أضي كتابة بولونة بلرسن أجل أن تقوم وتقرأ بعض من خصائص المادة وبعض من المعلومات التي تختص بالمواد يجب عليك أن تذهب إلى كتاب فم بالجيسي إلى يعني كتاب العلم أن تذهب إلى الفم بالجيسي كتاب العلم وتقرأ هناك وتتفحصه طيب خلين الآن ننتقل إلى السؤال التالي تمام الجميع أن نقضح هذا السؤال لكي نتمكن الآن من الذهاب عندنا الآن بالسؤال السابع كلمة ضد أنظمنا اكتب لنا أضداد هذه الكلمات عندنا دشمان أزبر يكسك جسر سنمك هذه الكلمات يعني أرادوا مننا أن نضع لها ضد هذه الكلمات طيب دشمان كيف نقول العدو شو عكس العلم أزجر وحر ما هو ضد حر يكسك مرتفع عالي جسور يعني شجاع ذات قلب قوي سنمك يطفع 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 شو عكس هذه الكلمات طيب رح نحل هذه الأجوبة ولكن خلينا نشوف كمان القسم ب كلمة لارين إش ألم لارين يظن اكتب لنا مرادف هذه الكلمات سبب السبب غريف مهمة يتنك موهوب ينتم طريقة ليدر قائد بدنا لكل من هذه الكلمات هنا أن نضع لها كلمات مرادفة أما هنا فبد مننا أن نضع لها ضد هذه الكلمات وهنا كلمات مرادفة خلينا نمسح وننتقل إلى الجواف طيب إذا يتن دشمان مثل ما أنه أنه هو العدو ما هو ضد العدو؟ دوست تضيق طيب أزجر حر تتساك مقيد حر مقيد حر مقيد يكسك مرتفع عالي ألتشاك منخفض واطئ طيب جسور يعني جسور شجاع ذات قلب قوي كوركاك جبان خويف أجمعون أوب العامية شخص خويف سون ميك يلي هو الإطفاء إطفاء شيء ما نقول عنه سون سون ميك فعل أمر سون أطفئ سون ميك هو الإطفاء عكس هذه الكلمة يان مق هي الاشتعال يان يشعل يان مق اشتعال طيب الآن خلينا نشوف الكلمات المرادفة كلمات مرادفة شو معنىها أطفاء طبعا الكلمة المرادفة هي نفس معنى الكلمة ولكن بغير كلمة نفس المعنى غير كلمة فيعنى شيء اسمه إش أن لمرنة فيعنى شيء اسمه إش سيسي إش سيسي بتكون هي نفس الكلمة ولكن غير معنى أما إش أن لمرنة هي نفس المعنى ولكن غير كلمة طيب سبب سبب سأعطيكم طبعا هذه المثال عن التنتين حاليا عندنا إش أن لمرنة يعني المعنى المرادف سبب اللي هو ندان نفسه السبب غير مهمة يلي هي وظيفة وظيفة مهمة وظيفة يتنك موهوب كافيات أيضا تأتي بمعنى الشخص الذي يمتلك موهبة معينة ينتم طريقة ميتوت طريقة طبعا هذه الميتوت نستخدمها في الرياضيات طريقة الحل ميتوت leader قائد under أيضا بمعنى القائد طيب هذول هنن معناها ال إش أن لمرنة طيب شو معناته ال إش س س س متل كلمة مثلا ياض طبعا الكتاب سيئة شوي ولكن أنا أكتب بالموز كلمة ياض معناته الصيف طيب هلنكتب ياض مرة ثانية هنا ياض هنا ياض وحدة هنا معناها إنه الصيف وهنا جاءت معناها الكتابة ياض كتابة ياض صيف هاي شو مسميها هاي الحركة إذا نفس الكلمة ولكن غير معناه اسمه إش س س ولكن إذا إجت عنا كلمتين مختلفتين وتمتلك نفس المعنى شو منسميها إش الله مطلرنا طيب أتمنى أن تكونوا فهمتوا هاي النقطة لأن كتير كتير مهمة وهذا أصدقائي نكون خلصتنا درسنا لهذا اليوم نلقاكم إن شاء الله في درس القادم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته